إلى السوداني اللي فيها جدل مالي سوشال ميديا والناس جرسة بتتابع حملة وحملة مضادة الموضوع بدأ بمجموعة من الشباب السوداني اللي ومن غير ما يظهروا هوياتهم أطلقوا على منصات التواصل حملة لجلد النساء غير المحجبات بالصياة سودانيات انتفضوا على المنصة طبعا ونزلوا انتقاد ورفض الحملة وحالة غضب اشتعلت بين أوسط الناشطات والحقوقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان فالحملة غير انها بتدعو للعنف والاعتداء فهي اصلا فيها حجر على الحريات وأطلق السودانيات حملة مضادة لهذه الحملة سموها شيل حجر واعتبروا يعني انه اذا شباب تجرؤوا واعتدوا على الفتيات فالبنت تشيل حجر هي كمان وتدافع عن نفسها والقائمات على الحملة بدأوا يشجعوا الفتيات انهم يتقدموا ببلاغات ضد اي شخص يتعرض لهم وفعلا تم تقديم بلاغات خلينا مشاهدين نتوقف مع عينة من تغريدات سودانيات وسودانيين كمان مشاركين في حملة شيل حجر اشتركوا في القناة على العموم حملة جلد غير المحجبات والرد عليها بحملة شيل حجر كمان كبروا وفتحوا نقاش لدرجة خلت الداخلية السودانية تحلق وتنزل بيان فالداخلية اكدت التزامها بمعطيات المرحلة بكل اجهزتها ومع ارادة الشعب نحو التغيير وارساء قواعد الدولة المدنية اللي بتحتكم لسيادة القانون وقال بيانة الداخلية كمان انه ليس هناك اي توجه باعادة انتاج تشريعات توافق الشعب او توافق الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة وتنضم الينا في الاستوديو زميلتنا في غرفة اخبار العربية الصحفي ياروفيدة ياسين اهلا فيك معنا ياروفيدة انت دائما عندك المعلومات الشاملة والكافية والوافية نبدأ بهذه الحملة الحملة الاصلية حقت انه اطلعوا واجلدوهم وما الى ذلك هذه من وين جات اصلا يعني هذه الظواهر تأتي في اطار التفلتات الامنية التي باتت ظاهرة بدأت تظهر مؤخرا الى العلان في الشارع السوداني بصورة عامة وهذا دفع اصوات حقوقية للمطالبة بتمرير قانون الامن الداخلي المعطل من قبل وزارة العدل ورئاسة الوزراء وضرورة ايضا اصلاح اجهزة الاجهزة العدلية والاجهزة التنفيذية تحديدا هناك اتهامات بان هناك منسوبين ضمن الاجهزة الشراطية والاجهزة الامنية بصورة عامة لا يزالون حتى الان ينتمون الى النظام السابق الذي كان يذل المرأة السودانية والذي كان يطبق قانون النظام العام الذي تم الغاؤه كأحد اهم متطلبات الثورة السودانية من ضمن الغاء القوانين المقيدة للحريات هذه القوانين كانت فطفاضة وكانت مهينة للمرأة وكان يتم تضيقها وفقا لأهواء منسوبي الشرطة السودانية في السابق في نظام البائد وكان يتم استخدامها لابتزاز الفتيات لإقامة علاقات حتى مع منسوبين للشرطة السودانية الآن هناك حراك نسوي بصورة كبيرة جدا في الشارع السوداني حركة لالي طهر النساء مركز سيمة حركة الحق في الحياة هذا الحراك النسوي الرافض لإقامة أي حراك أو أي تحركات ضد المرأة السودانية التي كانت فاعلة في الثورة السودانية وكانت رائدة يرفضنا هذه الاعتداءات وهذا دفع حتى الأجهزة الرسمية لإصدار بيانات عديدة تدين مثل هذه التصرفات التي وصفت بالفردية وبأنها مجهولة الأبوين لأنها لم تصدر عن كيانات واضحة كانت مجرد تصريحات فردية على فيسبوك أو حتى فيديوهات شخصية ما مدى انتشارها؟ يعني الرد جاء قوي النساء على طول ثاروا وما سكتوا وداقل شيء يعملون النساء طبعا بس إيش الأصوات هذه كانت اللي بدأت الحملة الأساسية كثيرة الأصوات ظهرت فردية فعليا يعني فردية بالفعل فردية لم تأتي من جهات واضحة أو من حركات واضحة ولكن هناك نظرية المؤامرة تلعب دورها أيضا أن هناك من يدعمون النظام السابق يستغلون مثل هذه الأصوات الفردية لتعطيل هذه المرحلة الانتقالية وللتشويش على الحكومة الجديدة ولتعطيل الحراك المدني الذي بدأ يتشكل في السودان بعد سقوط نظام البشير لكن حتى الآن لا توجد نظم أو حركات واضحة تتبنى هذه التحركات هناك أصوات في الشارع السوداني ترى أن هناك ضرورة لإحتشام المرأة السودانية وضبط الشارع العام لكن الحراك الكبير بأنه لا يجب أن يكون هناك أفراد يقومن بدور الأجهزة العدلية في الشارع هنا نرجع للموضوع أصلا الموضوع الأساسي الإحتجاجات كانت أنه طبعا الموضوع في دعوة للاعتداء والعنف وما إلى ذلك وفي الشق الآخر الذي هو تحديد انتجاه المرأة وملابس المرأة وما إلى ذلك هل في لازالت قوانين واضحة تتعلق بلباس المرأة في السودان تحديدا مثلا؟ المادة 143 من القانون الجنائي السوداني العام 1991 تشير بصورة واضحة هذا نصها أمامي بأن مرتكب جريمة استعمال القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصدا ارتكاب أي جريمة ليسبب للشخص ضرر أو خوف أو مضايقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا فالقانون الجنائي السوداني يجرم مثل هذه الانتهاكات ومن حق أي فتاة سودانية أن تشعر بأنها آمنة ليس من حق أحد أن يعتدي على فتاة في الشارع هذه مقاييس شخصية وكانت تخضع لأمزجة وأهواء شخصية في قانون النظام العام السابق الذي تم إلغاؤه الآن فهناك رفض عام لممارسة وصاية على المرأة السودانية التي ناضلت لسنوات حتى أيام البشير ظلت المرأة السودانية تناضل لتحظى بحقوقها ولإيجاد صيغة مدنية كنت يمكن أن تكلم معك عن ردود الفعل الرسمية سمعنا من الداخلية بيان هل في أي بيانات رسمية أخرى صدرت الحراكة النسوي نشط جدا في السودان في الحقيقة النسويات ناضلنا حتى في أيام البشير في ظل تضييق الأمني وفي ظل عدم احترام المرأة ظل الحراكة النسوي نشط وقائم للدفاع عن الحريات وحقوق النساء كأحد أهم متطلبات الثورة السودانية هو أن تحظى المرأة بحقوقها ونتيجة الضغوط التي ظلت تمارس في المرحلة الأخيرة صدر بيان عن وزارة الداخلية السودانية يرفض مثل هذه الانتهاكات صدر بيان عن والي الخرطوم في الولاية وصدر أيضا بيانا من النيابة العامة السودانية أخيرا يناشد المواطنين بالتبليغ عن أي محرض أو من يرتكب مثل هذه الانتهاكات ضد المرأة السودانية لوقف مثل هذه الاعتداءات الفردية فايدا نورتنا اليوم بنشكرك على وجودك معنا كانت معنا زميلتنا الصحفية رفايدا ياسين شكرا لك اشتركوا في القناة